بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ اليوم محاضرة الولدت كونكشن النوع الثاني من الكونكشن أخذنا الولدت كونكشن بأنواع البسيط والكومباين سيترسيس اليوم ناخذ الولدت كونكشن يعني أغلبنا كن شايف اللحامين شون هجروا حاملية اللحام فهو الهدف الرئيسي هو ربط أجزاء الحديد مع بعضها حتى تشتغل كمنشأ متكامل بتعريف الولدت تعريف الميلة هي عملية دمج فيزياوي يقول هو تعريف اللحام هو عملية تشغيل معادن فيها عملية تربط تلك المعادن عن طريق تسخينها وصهرها بعضها الى البعض الاخر Structural steel welding Arc welding requires Structing a low voltage High current arc between an electrode and the workspace Workspace Or arc welding اللحام القوسي تتطلب تسليط فولتية قليلة بتيار عالي ما بين هذا التيار العالي بين من بين الإلكتروت القط واللحام and the work piece وقطعة القطعة اللي نريد نلحمها تسمى هذه القطعة اللي نريد نلحمها base meter إذا عندك 2 meter الميتر الميتر المال الإلكتروت وير اللحام والميتر الثانية القطعة اللي نريد نلحمها فش رح يصير رح يصير بيناتهم جريان التيار الكهربائي بشدة عالية شدة مقدار الجريان رح يكون عالي وفولتية قد مثل ما تعرفون القدرة تساوي الفولتية في التيار فإذا أنت خفضت الفولتية فرح يكون التيار عالي التيار عالي رح يعني عندك زيادة المقاومة تسبب توليد حرارة الإلكتروت من رح تمشي بتيار عالي رح تخلي المعادن تولد حرارة عالية هالي الحرارة تسبب انصهار القطعتين the intense heat generated with this arc melts the base metal and allows the joining of the components the characteristics of the metal that is being welded and joint type and joint type like it is a groove fill it etc خواص وميزات المعدن وكذلك شكل اللحم راح تأثر the decay the welding parameters and the procedure that needs to follow to obtain sound well joint وطريقة اللحم اللي متباحة حتى نحصل اللحم المصمت يعني هو اسوأ ما بيه هاي اللحظات انجماد اللحم فممكن يكون يحتوي على فراغات او يكون مسامي يحتوي على فقاعات هواء او ممكن يحتوي على خبث هذي كلها راح تغير من خواص اللحم وقوده ها نانا نك هادي فالفيديو يوضح انه عمليات اللحم نك هادي فالفيديو يوضح انه عمليات اللحم هنا هي ده طوك هنا نلاحظ مصطلح الفابريكيشن شو ممكن أن يستعمل اللحام وين بالفابريكيشن شوب يعني اللي هو خنقول ورشة الحدادة ممكن يستعمل بالسايت اللي هو موقع العمل تيبكال ارق ولدن بروسس أنواع النوع الأول اسمه شيلد ميتال ارق ولدن هو ما يعرف بالسماو شيلد ميتال ارق ولدن شيلد ميتال ارق ولدن ميتال نوعًا أيضًا الميتال نوعًا مستلح الشيلد معنها المقدوف المعدن المقدوف لحام القوسي أيضًا نوعًا أو يعرف بالحام العصى يعني لهاي لزميها اللحام is the most widely used process here أكثر طريقة شائعة عالميا في اللحم The arc is a truck between the metal to be welded and a flux coated consumable electrodes The fluxes are mostly made from mineral components and cover the hood, weld deposit and protect it from the environment هناك جزء من وير اللحم يسمى أو يدعى بالفلس fluxes يعني هناك يعتبر فائض are mostly made from mineral components عادة هذه الفلس تصلح من معادن نغطى بها الـ hot world process and protect it from environment الهدف من عندها بأن نحمي هذه منطقة الصهير ومال اللحم من التماس مع الهواء الخارجي اللي يحتوي على الأكسجين أو يحتوي على الرطوبة فممكن يتغير من الخواص فإذا الهدف إذا نبع على وير اللحم بتكون من قطع كأن القطع اللي هو القلب رح يكون معدن اللي هو نوع من أنواع الفولاد مغطى بمادة خاملة لا تدخل بالتفاعلات هذي سميناه fluxes The solidified glazing product slug should be removed by chipping or with a wire brush اللي يقول الناتج المتزجج هذا الحديد بعد ما يبس أو يصلب عفوان بعد ما يصلب ممكن أن يحتوي على شوائب هذي شوائب نسميه slug should be removed يجب أن تزال by chipping بالقشط or by wire brush أو بالفرشة المعدنية هذا هو الكلام معناتنا shielded metal arc welding نلاحظ هذا هو الإلكتروت الكور مالتل الكور وير هو معدن الفولاذي والكوفيرنج الإلكتروت كوفيرنج اللي نسميناه flux هذا الهدف من عنده أن يحمي المنطقة اللي يصير بها صحير مصطلح آخر الإلكتريك آرك القوس الكهربائي هاي المنطقة رح يصير بها قذف الإلكترونات وتتعين وتتولس حرارة عالية جدا تتجاوز حرارة انصهار المعادن أثناء هاي العملية رح يصير عندنا غازات ناتجة عن الانصهار المكان اللي رح ينصهر به المعدن يسمو المولتن والبول المسبح اللحام المنصهر هذا هو الخبث اللون السود فوق هذا خبث يجب أن يزال هاي المنطقة لاحظوا بها جزء صار أعلى من الأساس المعدن البرنت ميتر هذا يسمو بلت أب أوف والميتر وجزء رح يحفر بيمن بالميتر النفس هذا أيضا منصهر لاحظوا جزء صار فوق الخط اللي اعتياد هذا اللي منقاط هذا اللحام فوق هو الجزء اللي هو يبدي نحن بالعام ما نسميه يهرش يبدي يأكل بالقاعدة يبدي يتفاعل مع القاعدة هذا هو اللحام الشائع استعماله نقدر نقول 95% من اللحام اللي شوهه بحياتك العملية هو السماء النوع الثاني الأكثر دقة هو ساو أو ما يحرف باللغة الإنجليزية سبمرج سبمرج معناه مغمور الغمار من يأتي؟ الغمار يأتي من عملية تغذية الفلاكس هنا الواير يأتي مجرد من الفلاكس الواير اللي حامل على شكل بكرة هنا الواير سبول بكرة هذه ثابتة الفلاكس يجي يغذى جانبا بحيث هاي المنطقة تكون متروسة بالفلاكس بعدين تتنظف بالفرجة بهاي الحالة اللحام يمشي على سكة والقطع اللي احنا قاعد دنا الحماية موجودة على منصة هذه عادة نصير بالورش المتقدمة أو الورش المتخصصة بالصناعات الانشائية اللحام يحدث بهذه الطريقة طريقة سبول هذه طبعا راح تكون مواصفاتها عادية لكن لكن الدقة مالتها عفوا لكن محدودية استعمال هذا من ورش يعني هو دقيق واستعمال راح يكون متخصص للمصانب هاي هاي هلا راح نشوف فيديو اللحظة لريدو لحظة بعد الانشائية مستخصص ع الع 마음 ع των العم العدФ الى العم 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 الع التعاية when the wire electrode contacts the workpiece. Protection of the weld is provided by slag formed by the action of the arc on a powder covering the whole weld reaction area. The arc is submerged under the powder. أوكي. لاحظتوا شلال البودر يبديه يزيله من المكان وانقطعة تكون ثابتة والماكنة تتحرك عليها. أوكي. النوع الثالث هو النوع بين الاثنين يسمون غاز metal arc welding GMAO. It is an arc welding process which produce the welding of metals by heating them with an arc between continuously fed filler metal electrode and the work. The processes use shielding from an externally supplied gas to protect the molten well pull as shown in figure three. أنا أيضاً رح يستعمل العصى نظام العصى وبدل ما وير اللحام يكون مغطة بالفلكس هنا رح نستعمل مادة أخرى أيضاً خاملة في التفاعل هي الغازات الخاملة الغازات النبيلة اللحن نسميها اللحن نسميها اللحن نسميها اللحن نسميها اللحن تكون غير قابلة للتفاعل هذا سهلاً مثال آخر لاحظوا الغاز الشوانيين بحر المنطقة اللي يصير بها الحامل الغاز يغطيها غاز خامل غير قابل للتفاعل ويتألف هذا الغاز من الغاز من الغاز ثاني أكسيد الكربون والغاز الغاز الغاز المفاصم مثل ما تعرفون احنا تعرفنا عن اللاب جوينت والبات جوينت احسنا نتكلم عن الجوينت تايبس الجوينت تايبس هي على أربعة أنواع باللحام عندنا اللاب اللي هو المواصل والبات اللي هو الجديرة والكوردر جوينت والتي جوينت الوالت تايب عندنا أنواع اللحام المدور هذي يسموه اللحام المدور لاحظ هنانا يبني نفسه على شكل ربع اسطوانة يعني كروس سكشن مالتا ربع دائرة هذا هو يسموه الفلت النوع الثاني جروف اللحام الشقي يعمل الحداد يعمل شق ما بين الاثنين حافة القطع اللي دي اللي دي لحمها يطيها فد فد قشط على شكل حرف على قشط ماي من يطبق القطعتين يحصل شكل حرف V قد يكون V من سايد واحد قد يكون V من سايدين طبعا هنان هو الهدف شي حصل يحصل على أكبر مساحة للتماز أثناء اللحام النوع الآخر لو اللحام نادر للإستعمال هو سلوت يجري شق بالدريل يسوي شق ما بين القطع اللي يريد يلحمها ويترسها لحام أو يسوي حفرة على شكل كرة ويترسها باللحام هذي طبعا تشبه الطريقة القديمة الإنسان القديم مو الإنسان القديم يعني زمن الأصور اليونانية والإغريقية منشان يشتغلون المعادن منشان يسوين حفرة بالطرق ويملون هذه الحفرة بمادة الرصاص أو مواد أخرى لغرض دمج القطع المعدني طب رموز اللحام هذي الرموز الشائعة حسب الـ ASTM سهم يؤشر على مكان اللحام مثلث برقمين الرقم الأول هو سمك اللحام والرقم الثاني طول اللحام فهي هنا مكتوب ربع بستة معناه هذا سمك اللحام ربع إنج والطول ستة إذا بالمليمترات أيضا يذكر هنا المسافة بالمليمتر والطول مرات يذكرها بالسنتيمتر أو أيضا بالمليمتر هكو فرق بين المثلة تخلي نحو الأسفل أو المثلة نحو الأعلى المثلة نحو الأسفل معنى اللحام يتم بالجزء على المثلة لأسفل أما ، إذا كان اللحام خلف الصورة أو المخطط في طون المثلة للخلف بمعنى هذا ، إذا كان مثلة أعلى وأسفل معناها للحام وجو ظهر بالعالم إذا نتحدث عن وجودها إذا طول اللحام اختفى وخلى بالكورنر دائرة هذا معناها اللحام دائر ميدور تماس القطعتين يعني أين يوجد تماس ما بين القطعتين سواء بالأمام أو بالخلف ولكل منطقة التماس رح يجري عملية اللحام إذا خلى الرمز بالنهاية خليت شوف على شكل حرف ذي هذا وخلى إي سبعين معناه نوع واير اللحام المقاومة منطقة سبعين كي اس آي هذا أيضا مثل ما قلت لكم واير اللحام إلى شنو إلى مقاومة إلى خواص فولاذية أعلى من الفولاذة نستعمله نستعمل أي ستة وثلاثين أي خمسين أوكي أي ستة وثلاثين أو أفوال خمسين بينما الواير اللحام رح يدي من ستين سبعين ثمانين تسعين مية مية وعشرين كي اس آي مواصفات واير اللحام مهمة جدا حسب المسألة معناه هناك رمز على شكل مثلث خط ومثلث هذا رمز على الموقع يعني إذا شوفون مثلا ملعب كرة القدم بالكوردرج حاطين حاطين علم هذا دلالة على أنه هاي أركان ملعب كرة القدم فمتعارف عد المشاريع يخلون دائما بالمشروع علم دلالة على حدود الموقع العمل هذا شنو جابه للموضوع الولد؟ هنانا يقول هذا اللحام يجرى في الموقع وليس في الورشة العمل ليست في الورشوب هذي المنطقة هذي طبعا تمر هوايو بين الحياة العملية مرات احنا مريد الحم المقطع بيأكمله بحيث يصير ضخم النقل مرته يصير صعب فش نسوي جزء من عنده اللحمة بالورشة والجزء الآخر نقول هاي القطعتين بالموقع تكمل هاي الرموز أخرى المساحة الفعالة باللحام إذا كنا نتحدث عن فلت ويلد من نوع سماو فالمساحة اللحام 0.707A إذا قلنا A هي سمك اللحام واللحام متساوي الساقين فبالنتيجة رح يكون هاي الزاوية 45 درجة فكوسين الـ 45.707 فإذا هذا الضلع هو 0.707 هو كوسين الـ 45 أما إذا كان ما نساوي وهذه حالة نادرة كان يفرش اللحام هنا أكثر مقابل للسمك فرح يصير لثروت هذا القان أي B على تحت جذر A تربية زادا B تربية نوع السماو، الساو عفوا، هذا رح يكون 0.707A زاعدا 0.21 هاي المنطقة ما تهمل، ما يهملوها؟ هل قد عندهم دقة بالساو؟ نحن هنا نهمناها بالسماو نهمل هذه المنطقة اللي بعد الخط المستقيم فبالساو ياخذها بنظر الاعتبار إذن، إذا بهاي الحالة الجزء الفعال باللحام هو 0.707 ويسمى بثروت فروت ترجمته باللغة للغة العربية معناها الحنجرة، حنجرة الإنسان، هاي اللوزة، هاي المنطقة هاي اللوزة عند الإنسان فهنا هنا هي رح تكون اللي هي أيضا بيسميها باللحام أيضا هذه اللوزة أو الجوزة هنا هنا أوكي، فـ 0.707A ينظر في طول اللحام، هذه هي مساحة اللحام إذن هذه المسافة في الطول تطيق مستوي الفشل، failure plane اللحام الشقي هاي أشكاله، اللحام الاختراق الكامل complete joint penetration والpartial joint penetration أوكي، الـ requirements size length limitation of length minimum weld of size، أولا إذا كان groove welding عدنا الجدول جيد 2.3 يطينا المنمم weld، هذا المنمم size groove weld، المنمم effective throat thickness of the partial joint penetration groove weld أوكي، فهنا هنا سمك لحد الربع، أقل لحام هو 3 over الربع لحد النص، أقل لحام، يعني أقل كمية من اللحام تعتبر لحام، ما دون هذا ما يعتبر لحام، أي قوة إضافية ممكن تكسره فهذا الجدول 2.3، علما للـ groove welding لاحظ بأن إذا كان عندك قطع تين تلحمها، حساباتك لكثيكنا ستكون بدلالة thinner part أي هما أضعف وإحنا نخوفنا بأن هذه القطعة الأضعف تتضرر أثناء اللحام أوكي، الجدول طبعا جيد 2.4، هذا كل شي راح يهمنا، أكثر من جيد 2.3، لأن المساحة الحقيقة راح نركز عليها هي مساحة السماء ومساحة الساو من أثر فهنا نركز على هذا الجدول J 2.4، الذي يطيك الـ minimum size حتى نعتبر هذا اللحام، يقول لحد ربع إنج ومن ضمنها الربع إنج فالـ minimum size هو 1.8 أي ما يعادل 3 ملي متر أوضر الربع إنج حد النصف إنج، يعني من 6 مليم إلى 13 ملي متر الـ minimum size هو 5 على 16، إلى آخر مثل ما أكو minimum أكو maximum الأي ماكسمم، إذا كان عندك سمك البلية تلقعد تلحمها هي ربع إنج، فالـ maximum عفوا أقل من ربع إنج، فالـ maximum هو نفس الثيكنس، بينما إذا كان الثيكنس ربع إنج فما فوق فالـ maximum يساوي الثيكنس مطروح من عنده 1 على 16، مثل ما إذا نشوف باي الصورة شوفينا هاي البليتات الدني الحمين، الثيكنس مالها أقل من ربع إنج، فإن حق نغطي اللحام كحد أقصى، هذا المكسمم size أو فلد، بما يساوي سمك الصفائح المرتبطة، بينما إذا كان السمك ربع إنج فما فوق فيجب ترك 1 على 16 أي ما يعادل 200 ملي متر، كمسافة حرية للحام حتى لا يصير عندنا بعين منطقة تلف، يعني إحنا بودنا حتى هاي نسويها لكن لصغر السمك، فرح نتجاوز هاي واحد على 16، فهاي الواحد على 16 ضرورية جدا للاي ماكسمم إذن لحامنا رح يكون محصور ما بين أي مينموم جدول 2.4 وأي ماكسمم اللي هو هذا الرسم اللي كبير length of welding المينموم أربع أي أقل لحام طول لحام أربع مرات السمك يعني اللحام أقصر من هذا الطول يعتبر لحام نقطة لا مقاومة له، لحام نقطة الغرض من عنده هو تثبيت الشكل المكسمم لنكث، ما كفت شي محدد للمكسمم لنكث، لكن إذا عبر المكسمم لنكث 100 مرة size of welding، رح نضرب بريدكشن فاكتر للطول، يعني هذا من أمن يتجي لحام طولة أكثر اللي يطول أكثر من 100 مرة، رح يطينا القوة المطلوبة، فشم ضربة؟ ضربة معامل تقليل، هذا المعامل أقل من واحد 1.2 beta تسعي 1.2 minus 0.02 ألا على أي هذه هي المعادلة موجودة في J2.1 أقل قيمة للبيئة هي 0.6 اللي يحدد 300، ميسر ينقلل أقل من 0.6 حد هنا محاضرات نتا مقدمة انتهت